يسعد كل أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع أم أحمد كل عام والأمة الإسلامية بألف خير بمناسبة المولد النبو الشريف إن شاء الله حضرت معكم هذا الحلو البسيط اللي معروف كثير كنا منه إحنا أطفال نتناوله ونستنى هاي المناسبات الدينية حتى نشوف هاي الحلويات التراثية اليوم إن شاء الله رح نحضرها في البيت بطريقة جدا بسيطة ممكن تعملوها بأي وقت من السنة أنتوا بتفضلوه أول خطوة بنا نعملها هون بنا نحضر للقطر رح نستخدم هون كوب من السكر الحبيبات رح نضيف له نص كوب من الماء حتى يطلع معنا قطر سميك ورح نضيف له بس يغلي ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونرفعه على النار هلأ بالنسبة لهذا القطر رح يطلع معنا سميك رح نختبره بطريقة معينة لنشوف كيف القوام اللي بالضبط إحنا بدنا إياه حتى نضيفه على المكسرات اللي عندنا المكسرات اللي عندنا اللي اليوم اللي هي الفول السوداني طبعا أنا بجيبه ومش محمص مفروض إنه يكون ناي ومش محمص ولا ملح هلأ بنعمله بمقلاي تفال غير لاسقها بنبدأ بعملية التحميس وهي على نار منخفضة جدا عملية تشويح بسيطة لحتى ما يتغير اللون هون ما بنطلع عيدنا منه بنستمر في عملية التقليب حتى يضل عنا الطعام محافظ على الجودة والدرجة اللي بدنا إياها ما بنيةها يعني تحترق أو يتغير طعمها ونكهدها هلأ رح يبلش عنا لونها يتغير ويفتح نفس الفترة اللي أنا بقلب فيها الفول السوداني بيكون عند القطر على النار هالحلو معروف بالفولية أو الفستقية كتير كنا منه إحنا صغار نشتريها ممكن نعملها إحنا هون بالعسل بدل القطر لكن اليوم أنا حابة أعملها بالقطر لكل الصبايا اللي بيحكوا إنه مش بتوفر العسل رح نعملها بطريقة جدا جدا بسيطة لكن رح تطلع ناجحة لهضوا معي هون صار يتغير لون الفستق للون الأشقر شايفين هاي الدرجة اللي إحنا بدنا إياها بنستمر في عملية التقليب ولكن على نار منخفضة جدا هلأ مع حم المقلاي وحم الحبات رح يعني يتغير لونها بكل سهولة هلأ بعد ما غلى القطر بعد مرور سبع دقائق بنبدأ بكون حاطة أنا بسحن صغير مي امتلجة برفع نقاط وبسقطها بالمي المتلجة شوفوا كيف هلأ بدي أشوف لما تتشكل شوفوا كيف معي لسه بتطلع خيوط طبعا معناته القطر لنزب نضلوا على النار كمان دقائق شايفين طوله هي طرية وفيها هاي الخيوط ما بدي إياها برجع أستنى كمان مرة لمدة دقيقتين إضافيات لحتى ما أشوف القطر وهي هي عملية الاختبار للقطر لحتى ما نوصل للدرجة اللي هلأ رح تشوفوها بعد تقريبا دقيقتين شوفوا رح أرجع أجرب بنفس الإشي بضيف عليها مي امتلجة لأشوف كيف شكلها بتطلع بدي إياها تصير كرة زجاجية بتنكسر كسر هلأ شايفين يعني أحسن من الأول لكن الواضح إنه هلأ رح تشوفو إذا فيها خيوط ما بتزبط شايفين برضو لسه رح أرجع أستنى كمان دقيقتين إضافيات لحتى ما أشوف كيف بده يصير شكل القطر هلأ هون بلش يتغير لون القطر برضو هذا كمان دليل على إنه وصل للمرحلة اللي تقريبا بدنا إياها شوفوا كيف على طول تكورت وتشكلت هلأ لازم تكسر معي هاي القطعة إذا وصلت لمرحلة إنها تكسر خلاص هيك صارت جاهزة شايفين أنا بقطع منها قطع معنات القطر صار جاهز عندي مفروض إني هلأ أطفي النار شايفين والخطوة اللي بعدها هي اللي راح يعني تعطي كثافة مختلفة للقطر أولا ضفت عليه ملعقة من الفانيلا حتى تعطي نكهة وطعم مختلف بحاول أقلب الفانيلا فيه كتير منيح طبعا دائما بنضيف الفانيلا خصوصا لتكون بودر بالآخر حتى رحتها تبرز وما تضيع بوقت الغلي هلأ راح أضيف ربع ملعقة كربونة أو بيكين بودر شايفين كيف تغير شكل القطر هلأ البيكين بودر راح يعطي أول كربونة هشاشة للمكسرات اللي راح نحضرها خلاص هيك صار جاهز بنتفل النار وراح نضيف بسرعة الخليط اللي حضرناه ونبدأ بعمليات التقليب شايفين بدي كل الحبات تختلط بكمية القطر اللي حضرناها طبعا بالتدريج بنضيف القطر لحتى ما نحس إنه فقط اتماسك بين القطع ما بدنا زيادة يعني ممكن إنك ما تضيفي كل المقدار حسب ما تحسي كيف وصلت الحبات للتماسك وتشربت أنا بدي الحبات كلها تتكرمل بالقطر اللي حضرناه شوفوا كيف يعني ما بدي زوائد تضلها بالمقلاي هلأ مباشرة بتكون عندي قطعة ورقة زبدة بحط عليها مسحة بسيطة من الزيت النباتي حتى ما تلتسق الفستقية وتنزل بكل سهولة شايفين قطعة من الزبدة بدي أضيف عليها ملعقة من الزيت بحاول أوزع الزيت كتير منيح عكل القطعة قبل ما أسكب الفستق عليها طبعا هو ساخن بصورة سريعة هاي الخطوة ضرورة تحضروها قبل ما تبدو بعملية تقليب الفستق لأنه بلتسق بسرعة بسرعة بتكون إيدنا فيه وننزله ممكن مرات لسبات ولا إذا كانت طرية ما تساعدني ممكن أستخدم أي أداة تانية الملعقة مثلا شايفين كيف لكن لإني نزلته على سطح عليه زيت هون راح يساعدني كتير شوفوا أنا هلأ بدي أرتب شكلها بحيث إنها تطلع نفس المستوى بحاول أرد عليها قطعة الورق الزبدة حتى أحصل على الشكل اللي أنا بديها شايفين بحاول أجمعها حتى ما أخسر من الزوائد برتبها ممكن بأطراف السكين إنه أرتبها أدخلها لبعض لحتى ما تطلع مرتبة معي شايفين كيف ما بدي قطعة تكون رقيقة جدا وقطعة تكون اسميكة يعني بحاول أعمل شكلها مرتب حتى لما أقطعها تطلع كلها بنفس المستوى وهلأ هيك مجرد إنها تضل ثلاث أو أربع دقائق لحتى ما تبرد شوي بقطعها أو بأعمل فيها خطوط وهمية حتى تساعدني وقت التقطيع شايفين هيك صارت جاهزة بقطعها حسب الشكل اللي أنا بدي إياه وحسب حجم القطعة اللي بدي إياها باستنى عليها لتبرد تماما يعني مجرد أعمل فيها خطوط حتى تسهل علي تقطيع لأنه لما تنشف كتير رح يصير صعب إنه نقطعها بتعرفوا كيف القطر هلأ أنا بعد تقريبا ثلاث دقائق حاولت أعمل فيها خطوط وأقطعها شايفين للسطرية وهو أسهل إنه تتقطع حاولوا لما تدخلوا فيها السكين إنه تبعدوا السكين بحيث إنه نزيح القطعة اللي بنقطعها عن القطعة التانية يعني نترك مسافة حتى تسهل علي لما أحركها وأطلعها شايفين للسطرية طبعا أنا رح أتركها لمدة خمسة أو سبع دقائق تانيين حتى تنشف منيح وكل ما نشفت أكتر بتصير يعني كرسبة ومقرمشة أكتر بتحسوا إنها مثل الجاهزة هلأ أنا كنت عاملة معكم بالعام اللي فات اسم اسمية بالفستق الحلبي وعملتها ما شاء الله بطريقة كتير ناجحة وصلت لعدد كبير من المشاهدات جربوها كتير صبايا وانبسطوا عليها كانت بتناسب الناس اللي عندهم أمراض مثلا السكري والحميات الغذائية اللي ما بيتناولوا الحلو عملناها بالعسل ما حطينا فيها سكر أبدا ممكن تبدلوا مقدار السكر اللي حطيناه بعسل شوفوا الوصفة الثانية إن شاء الله إنها بتعجبكم هالوصفة تعتبر من الوصفات الناجحة اللي كتير ناس بحبوها وأنا شخصيا لو حتى عاملة حمية أو ما بحب السكر بحس حالي بفضلها كهير لأنه عن جد بتذكرني بمضاق الطفولة شوفوا ما شاء الله هالقطعة ما أجملها وما أطيب طعمها مقرمشة وكريسبي مثل ما حكيت لكم عملت معنا كمية منيحة من كوبين من الفول السوداني شوفوا عملت معي يعني مقدار ما شاء الله هلأ راح نقدمها ونفرجيكم كيف شكل القطعة فيها راح تنكسر معنا القطعة كسر ممكن تغل في كل قطعة بقطعة نايلون شوفوا بكل سهولة طلعت معنا القطعة لأنه الأرضية إحنا عاملين عليها مسحة من الزيت إذا مش متوفر عندك ورق الزبنة ممكن تحطيها على قطعة من النايلون أو أي سطح أو بايريكس ممكن تفرديها فيه أو صينية بس حاولوا إنها تكون عليها مسحة بسيطة من الزيت شوفوا القطعة من جوا كيف السمك بتوقع إنه عن جد مناسب وكتير منيح ما تكون أسمك من هيك لما تقدموها وتقطعوها تكون القطعة فيها سمكتها معقولة بتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم من فكرة اليوم ووصفة اليوم تكون نالت إعجابكم يسعد كل أوقاتكم أهلة وسهلة فيكم بتمنى تدعموني بالتعليق على الفيديو وتوصلوا لأكبر عدد من أصدقائكم معرفكم شكراً لكم شكراً لكل الصبايا اللي نضموا للقناة انتظروني في فيديو قادم من قناتي على اليوتيوب فكرة وطبخة مع أم أحمد يسعد كل أوقاتكم ترجمة نانسي قنقر